بغض نظر عن المراحل اللي هي ابتدت بصدمة لو أنا دلوقتي مثلا جيت لك وأنا عندي مشكلة فقط تحد عزيز يعني إيه طور العلاج هل بتدوني مثلا مهدقات؟ هل بتكتبولي على حاجة معينة أمارسها في البيت؟ هل ممكن تحجزوني في المستشفى شوية؟ إيه السيكوانس؟ بصي أنا مش هامل ولا حاجة من التلاتة دول علشان إحنا بنعالج بالكلام يعني العلاج النفسي غير الطب النفسي شوية الطب النفسي بيبقى أكتر تجاها للأدوية والمستشفى زي كوشين كده أو توجيه يعني؟ هو مش كوشين هو كونسلين كوشين بيبقى أكتر زي هتعملي كده دلوقتي توجيه فإحنا بنعالج من مدرسة اسمها مدرسة السلوك المعرفية أو أن احنا بنبص على الأفكار ونشوف الأفكار دي بتأثر على تصرفاته المشاهر إزاي؟ هي مدرسة فكر كده علاجية بتبصي على أفكارك يعني عشان مخدش وقت كتير بس هي أكدنا كلنا عايشين في مربع المربع ده أي موقف بنخش فيه بتسمعي صوت الصوت ده جوه راسك ده فكرة الفكرة دي لو هي إجابية مش عارك إجابية تصرفاتك إجابية لو هي سلبية مش عارك سلبية تصرفاتك سلبية ساعات كتير بيبقى في العزب بيحصل أن مثلا السك بتبقى هاديت شوية يخشوا الناس يروحوا معياتهم من أول وجديد فيبتدوا يعيدوا الكرة تاني من أول وجديد آه لأ بس فيه بردو ردود فعلي تاني أن فيه الكوميدي والإفهات ده يبقى هزار زاد ده ده بيبقى دينايل شوية أو اللي احنا إنكار أو بيبقى يعني ده جزء أو بيبقى فيه شخصيات زي ما قلنا كل واحد فينا ليه طابع أو ليه طريقة للتعامل مع المشاكل فيه ناس في عيز المشاكل بتبقى ساركاستيك صح أو بتقلب معهم بسخرية أو حتى لو هم عايزين يوصلوا لك معلومة لو مدىقين هيوصلوا لك بسخرية بنيقول السكينة سرقاهم أو مش حاسين رسا أو طبيعة شخصيةهم أو بيحاولوا أن هم يلطفوا الجو على قد ما يقدروا عشان المشاعر نفسها بتبقى قد كده جمدة عليهم مش قادرين يتعاملوا فبيعملوا كم مفلاش طب لو أم بتسمعنا فقدت عزيز لها هتنسحيها أو تقول لها المراحل اللي تعدي أو لو هتوصف لها حاجة تعمل إيه في اللي هي في فات مثلا شهرين ثلاثة وهي مش قادرة تتخطى المرحلة اللي هي فيها دي أول حاجة أقول لها أنها تكتب تكتب صح مهم جدا 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 الكتابة الفقدان شيء ممكن يكون شخص ممكن يكون علاقة ممكن يكون بوزشن ممكن يكون أي حاجة وهي هي نفس المراحل طبعا للإنسان يعني فقدان الإنسان بتبقى أصعب شوية على الشخص أن هو يتعامل معاه لكن الكتابة من الأدوات العلاجية المفيدة جدا في جميع أنواع المشاكل إحنا عادة بنطلب من الكلاينس بتوعنا أنهم ما يكتبوا فتكتب عن مشاعرها تكتب عن ذكرياتها تكتب عن الفيجينز اللي بتجيلها عن الشخص ده كتير قوي الموضوع بيطول لو فيه زنب إحساس بالزنب كل ما يبقى فيه إحساس بالزنب تجاه الشخص اللي إحنا فقدناه كل ما الموضوع يطول علينا فإن إحنا نتعامل معاه أو نتقبل برعة الكتابة اللي هي حاسة بي بس في ناس عندهم صعوبة أصلا يكتبوا أنا أعرف ناس راحوا لدكاترة فعلا وجون في الحتة اللي هي بتاعة أحكي لنا أو يكتب هم شادرين يكتبوا أصلا الكتابة إحنا في الوجه يعني لما ده بيحصل بنعتبر أن ده نوع من أنواع أو المقاومة أن هم لسه مش جاهزين يواجهوا الحقيقة لأن ناخدهم بيبي ستيب تاتا تاتا مش قادرة تكتبي اكتبي لي bullet points مش قادرة تعملي bullet points تعالي نعملهم مع بعض في الساشن نبتدي مع بعض في الجلسة بتاعتنا الجلسة بتاعتنا عادة بتبقى 55 دقيقة وبنبتدي نمشي معهم لو هم مش قادرين يعملوا ده لوحدهم بيبقى فيه نوع من أنواع الخوف لمواجهة الحقيقة الكتابة دايما بتعملك زي مواجهة شكرا